المسألة صعبة جداً معاناة رهيبة عايزة أرجع لقصة الست أفلام اللي موجودين في نفس السنة أو في نفس التوقيت لنفس النجم وده زي ما قلنا أنه ما بيحصلش أستاذ محمد وما حصلش وما أعتقدش أنه هيتكرر تفتكر إيه سر نجاح أحمد زكي تفتكر إيه سر الخلطة اللي جواه والمعادلة الصعبة اللي عملها أحمد زكي عشان يكون هو النجم الأوحد في ست أفلام في نفس الموسم في نفس السنة دي خلطة الحقيقة إنسانية قبل ما تكون فنية تمام لأنه المعاناة اللي احنا بنتكلم عليها اللي خلطها طول مشواره خلته انفجر في ست وثمانين يعني قرر يطلع كل قدراته كل اللي جواه بقى طلع خلاص ونوعية أفلام كمان عكس بعضها يعني أنت ما تتخيليش أنه ما تزاكي في البريء هو هو اللي شادر السمك أصلاً يعني لو بنشوف الصورتين في خيالنا دلوقتي وبنفتكر شكله في البريء عمرنا ما نتخيلين ده نفس العمر اللي هو بيعمل في شادر السمك أصلاً هنحس أنه ده سنه صغير وده هنا سنه كبير أحمد أبو كامل في شادر السمك لما نفتكره في البداية هنلاقي شخص ثالث في نفس السنة بالمناسبة كمان في نفس السنة دي كان بيصور ثلاث أفلام جداد اتعرضوا في سبعة وتمين وثمانين وتمينين اللي هما منهم مثلاً زوجة رجل مهم اللي هو من أهم برضو مئة فيلم في تاريخ سنة مصرية وإيه أربعة في مهمة رسمية وبرضو عمرك ما تتخيلي أنه دخل لوكيشن بيصور أربعة في مهمة رسمية في نفس الوقت اللي بيصور فيه زوجة رجل مهم شكله وتفاصيله في زوجة رجل مهم عكس تماماً طبعاً يعني كمان مش بيكرر مش بيعمل أربع خمس أدوار في نفس الوقت فتشوفوا هنا تلاقيه هنا تلاقيه هنا تلاقيه هنا كلهم شبع بعض بالضبط بالضبط مختلفين تماماً نفسياً وقدام الشاشة صحيح يعني خاصة أنه يعيني كان بيتعب يعني هو كان بيروح يعني في وقت من الأوقات راح لدكتور نفسي صديق لي وهو بيعمل فيلم الأفلام فالدكتور مش لقيله أي حاجة طبية عنده فقال له قول لي أنت بتمثل يدي الوقت قال له أنا بمثل اللي هو الفيلم تعزوجة رجل مهم قال له بس أنت في اللحظة اللي الزابط فيها خرج على المعاش أنت نفسيتك سائد فعلاً في الحقيقة فقعد جاله يعني مشكلة يعني مرضية هو كان بيتأثر نفسياً جداً طبعاً وكان بيتعالج أعتقد فترات تقوية جداً من حياته وبصراحة أي حد هيمر باللي هو مر بيك لازم هيتأثر نفسياً وهيتعالج وكل ده مش عيب يعني لا طبعاً لا لا هو ده طبعاً الله يرحمه طبعاً الفرق ما بين أحمد زاكي في البريء وما بين أحمد زاكي مثلاً في زوجة رجل مهم أو الفرق ما بين أحمد زاكي في البريء وما بين شادر السامك تشايفهم ازاي؟ أولا الفرق رهيب الفرق أولا التجهيزات يعني أحمد زاكي مثلا في البريء أنت بتحسي أن عمره أحمد سبع الليل ده عنده عشرين سنة بالكتير لأنه هو في الوقت ده ما ينفعش بقى عنده أكثر من كده في السن كدور هو هو لما بيعمل شادر السمك أحمد أبو كامل مرحلته العمرية المفروض أنه ممكن يدخل في الأربعينات والخمسين لأنه الراجل ده بيساطر على سوق السمك وهو بيعمل البداية في نفس السنة وفي نفس التوقيت البداية المفترض فيها أنه طالع تلاتيناتي يعني الشك اللي هو الفنان التشكيلي اللي في المبداية في نفس التوقيت هو بيعمل زوجة رجل مهم الظابط اللي هيخرج على المعاش في سن كبير فهو المفترض أن يطلع بردبة كبيرة من الداخل فبالتالي المراحل السنية هو بيمثل أنه في العشرينات وفي التلاتينات وفي الأربعينات وفي الخمسينات في نفس السنة فدي مسألة محتاجة قدرات غير طبيعية يعني هو صاحب مدرسة اللي هو زي ما أسخيري شلبي بيسميها التشخيص بالإزميل اللي هو الشخص اللي زي الصنايع الماهر جدا اللي بيحفر في الدور وللأسف هو صاحب مدرسة ما تخرجش منها غيره يعني طول الوقت أحمد زكي بيضطرح ناس كتير توبقى خليفته محدش نجح في الموضوع ده ومحدش قدر ومعتقدش أن في حد يارف يبقى شبهه أصلي هي الفكرة نفسية أكتر منها بالزبط بالزبط أنه هو شبه جوه وهو ده اللي بيطلع فالجوه ده هتشبهه بمين ولا هتجيب شبهه إزاي طبعا حكايته هي الحكاية صحيح حكايته هي الحكاية صحيح وهو عايش للتمثيل يعني هو كان عايش فنان 24 ساعة فكرة أنه كرس حياته واهب حياته للتمثيل بشكل جيد ما بيغيرش عربيته بيمشي في الشارع بهدوم عادية جدا وبيلبس نظارة ضخمة عشان ما تعرفيش أنه أحمد زكي لأنه بيبقى لابس شب شبهه هو ماشي في الشارع لابس بلنطانجينس عادي جدا لابس أي تشيرت عنده فأنتي لو شفتيه بالصدفة لا يمكن تتخيالي ما تحدقش أنه ده الحناني اللي فيه 6 أفلام في السينيمات بتاعته فهو ماشي في شارع عمرك ما تعرفي أنه ده أحمد زكي الشكل ده اللي يمكن يكون اللي حصله تحديدا في 86 خلاها السنة الأهم في مشواره فبالتالي حضرتك قررت أنك تكتب عنها يعني ليه ده ما حصلوش في 85 مثلا أولا هو السنين اللي قبل 86 كلها كانت عبارة عن التحضير للانفجار اللي حصل بمعنى أنه قبلها بشوية بيعمل موعد على عشاء بس نبقى شدور أول مع سعاد حسني ومع حسين فاهمي بيبقى سعاد حسني حسين فاهمي أحمد زكي بيعمل أفلام تانية بتطلعه خطوات لقدام لكن ما بتخلهوش إنجم رقم واحد وكأنه كان بيتجهز بالزبط وكأنه كان بيتحضر عشان يكون الناجم الأول صحيح وبيبتدي ده من بداية السبعينات مع مدرسة المشاغبين يعني هو في النهاية كان في مدرسة المشاغبين بيبتدي حياته ثم اتعرض ساعتها كان مفهود يعمل فيلم الكارنك بس في آخر لحظة بعد ما جهز اللبس وجهز تفاصيله ومش عارف فيه المنتج رفضه وقال مستحيل ود يطلع يحب سعاد حسني ماينفعش الود ده بشكله كده يطلع بيحب سعاد حسني الناس مش هتصدق فاستبعده هو نفس الشخص ده المنتج ده اللي في ستة والثمانية اتصل بيه تحيل عليه عشان يشتغل معه تاني عارف بقى كام سعاد حسني ممكن تخابه صحيح وهو قريدي يمثل مع سعاد حسني بعدها بشافيها ومتولي ومسل في موعد على العشاء طبعا لقدتو هات مكحة جدا جدا بالظبط فهو انه كمان في ستة والثمانية استعاد الناس اللي تورح لتو في السبعينات وقالي ثمانيات يعني بيحاولوا يتجهلو خاصة بقى احمد زاكي عمل حاجة تقدري تقولي انه شكل ديد في السينما يعني طبعا ده غير مقاييس بقى تماما طبعا انا بحبه لكذا سبب من ضمنها الألوان احنا متشابين في الألوان ودايما بحبه جدا طبعا مش بس عشان هو فنان قدير انما كمان هو غير المقاييس غير مقاييس الجان بريمير غير مقاييس الجان بتاع السينما اللي لازم يكون شكله كذا وخلانا نشوف الحلاوة بمنظور تاني شكل تاني هي دي 86 برضو ليه لانه قبلها كان الجان هو حسين فاهمي محمود ياسين محمود عبا عزيز الشكل بتاع الشطر حسن لكن احمد زكي خلق الشطر حسن الحقيقي اللي بيقدر يقف في طبور الجمعية ويجيب فرخة من الجمعية ويطلع الأوتوبيس ويشتغل سواء ويعمل فهتلاقي غير حتى شكل السينما انه محمود عبد العزيز بتادي يعمل سواء هتلاقي نور الشريف يعمل سواء الأوتوبيس قربت اكتر من الناس لانه هو شبه الناس ومن الناس ولون الناس وشايل حسيس الناس اللي جوال اللي طلقت كلها في أفلامه وخلته يبدع بهذا الشكل صحيح هي دي فكرة انه اتغيرت مقيس الشاب الوسيم اللي كان البنات كلها تشوفه يغمى عليها انه لا بقى الشاب الأصمر اللي هو يعني ممكن اقولك بمنطقة البساطة اللي بيحصد دلوقتي نجاحه قاسر ياسين ومحمد رمضان وغيرهم طبعا لانه عمر ما كنت هتبقى بطل الا زحمد زكي مهدلك الطريق صحيح صحيح دلوقتي انت بتحصد النجاح ده يعني يمكن وانت ماشي الوقت بتشوف الاعلانات بتاعت رمضان وابطال المسلسات فبتشوف انه كان فيه كام واحد طالع من عباية تحلة زكي خير المقيس تماما بمقيس جديد وخلى الانظار تلتفت للبشر السمرة الجميلة صحيح اللي هي بتعبر عن مصر وعن المصريين صحيح هو ده احنا وهي دي مصر وهو ده لون المصري وهي دي المدرسة اللي عملها عطف الطيب في الواقعات الجديدة بعد صلاحة بوسيف اللي حصل في ستينيت فتكتشفي انه في التمانينات برضو كان فيه كم هائل من الافلام ما خدتش حقها ايه واخدين بالنا كويس اوي ان دلوقت ان دي كانت فترة فيها زخم رهيب في صناعة السينما كنا بيتعرض في مصر في ستا وتمانين اكتر من تسعين فيلم في السنة دي تسعين فيلم في سنة واحدة احنا عارفين انه على مدار العشر خمستاشر عشرين سنة ما تعرضش الرقم ده في السينما احنا عادل الافلام بتعرض عشرين تلاتين فيلم بالكتير على مدار عشرين سنة فلما يكون في ستا وتمانين كان بتعرض اكتر من تسعين فيلم في السنة دي فتشوفي برضو حجم المسألة غير المسرح كان عامل ازاي غير السهرات الدرامية بمناسبة كان بيعملها تفزون مصري حاجة بديعة تغير حب الناس ليه بقى اللي من غير اي حاجة خالص حب الناس ليه وقرب الناس منه وقربه للناس وقب ايه الناس كانت مصدقات هي دي بقى النقطة اللي عند احمد زاكي يعني كان لو يعني اتولس في امريكا ناخد فيها اوسكر لانه هو الجزء اللي جواه ده الناس كانت بتشوف في احمد زاكي يعني ده جزء من عمل الكتاب اصلا ايوه انت احمد زاكي هتلاقي نفسك بتشبهه في حاجات ايوه في احلامه في قلقه احيانا في وحدته احيانا في الازمات اللي بيمر بيها يعني هتلاقي جواك وخف الدمه كمان وخف الدمه خفيف جدا جدا واثار اللي حواليك التفاصيل اللي حواليك اللي هي هو بنانم حقيقي جدا اه فانت طول الوقت بتشوف نفسك فيه ما هو القريب ده دايما بيبقى حقيقي صحيح القريب من الناس دايما بيبقى حقيقي البعيد هو اللي مش حقيقي صحيح ده حقيقي